قدمت صباح أمس رئيسة جمعية أجير من أجل شاد نتالي باروم معدات وأدوات مدرسية وطبية لإحدى المدارسي ولمستشفى الأم والطفل كان ذلك بحضور المسؤولين في المؤسستين تقرير الزميل محمد الأمين أحمد مواصلة لعمالها الاجتماعية والخدمية في دعم الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة جاءت بادرة جمعية أجير من أجل شاد بمعدات وأدوات مدرسية إلى طلاب مؤسسة الرب نيت للأيتامي بحيغاسي حيث استهلت المناسبة بكلمة مدير المؤسسة روكوتو تيموتي والتي رحب فيها برئيسة جمعية أجير من أجل شاد شاكراً إياها على هذه الزيارة التفقدية أما كلمة الطلاب قدمها نيابة عنهم أحد الطلاب والذي شكر فيها رئيسة جمعية أجير التي قدمت لهم هذه المعدات المدرسية من أجل حياتهم العلمية متمنيين لها التوفيق والسداد من جانبها رئيسة جمعية أجير من أجل شاد قدمت لأحد التلاميذ نموذجاً من الهدايا تمثلت في الكتاب المدرسي وفي نهاية المناسبة تحدثت رئيسة جمعية أجير من أجل شاد عن هدف الجمعية وما تقدمه من خدمات زيارة الثانية فكانت بمستشفى الأم والطفل والذي هو الآخر قد حظي بمعدات وأدوات طبية تمثلت في الزي الطبي وثلاج لحفظ الأدوية ومعجم لمسميات الأدوية العامة والخاصة من ناحيته مدير مستشفى الأم والطفل الدكتور صالح عبد السلام شكر جمعية أجير على هذا الدعم والجدير بالذكر أن جمعية أجير هي جمعية إنسانية تأسست بفرنسا بهدف خدمة الضعفاء من أبناء الوطن ترجمة نانسي قنقر